السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمناه والقاكم بصحة وحفية و احوال تامة و بطبيعة الحال مع اخر الاخبار و اخر المستجدد سوف نرى اطلاق النار على الحدود مع الجزائر كذلك سوف نرى مؤشرات تقول في فرنسا سوف توقف مع الجزائر في حالة الحرب ضد المملكة المغربية سوف نرى التفاصيل هذا الموضوع دائما نتمنى منكم انكم دمونا بالاعجاب كذلك البرتج والاشتراك وهذا فضلا منكم وليس امرا وبمناسبة احتفال امة الاسلامية بدكر المولد النبوي الشريف بعت امير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله برقية تهاني الى اشقائه اصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ووزراء وامراء الدول الاسلامية وضمن جلالة الملك حفظه الله هذه البرقية باطيب التهاني والمتمنيات جلالته ودعوته لله تعالى بان يعدد عليهم الصحة والعافية ووفر الخير والهناء اما الان على بركة الله غد ندخل الصور بالموضوع وغد نبدأ بالجندي اللي مكلف بالشاريط الحدودي افادت مصادر ان جندي المكلف بالشاريط الحدودي مع الجزائر لجأ ليلة البارحة الى استعمال السلح دياله الوظيفي جرأ الخلف دياله بينه وبين واحد المواطن وقالت مصادر باللي هاد الحادي توقع في المنطقة اللي كتبعد على مدينة وجدة او شمال مدينة وجدة بعشرين كيلومتر وان الجندي اضطر الى اطلاق النار على هاد المواطن اللي حاول الاستيلاء على سلاحه الوظيفي فتقول المصادر باللي في غياب اي تريح رسمي ان هاد المواطن ما زال ما تعرفتش الهوية دياله واش ينحدر من المنطقة ديالوجدة او انه محرد من جهة ما او كي يخدمش اجندة معينة هرعت مختلف المصالح الامنية لمكان الحادث لمعرفة لهوية ديالهد الشخص وفتح تحقيق ونقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج ودابع الاخوان غد انتقلو العلاقات الفرنسية المغربية الجزائرية اليوم غد انتكلموا على واحد المؤشرات والا تقارير اللي خرجت وكاتقل بلي فرنسا كتعطي مؤشرات انها مع الجزائر في حالة حرب ضد المغرب هنا الاخوان تعاو الامن والمخابرات الجزائر الفرنسي كانت رسائل من فرنسا انها في حالة مواجهة عسكرية غد تكون مع الجزائر ضد المغرب هي فرنسا تكون مع الجزائر ضد المغرب ربما ما ستكون مواجهة عسكرية فرنسا ستكون في مواجهة عسكرية ضد المغرب على الأقل فرنسا ستعاون الجزائر بالعطاء الدبلوماسي والقانوني والتعبئة في وسائل الإعلام ستوقف مع الجزائر إلا أن الزيارة الآخرة إيمانويل ماكرون ومدير المخابرات الفرنسية كان سفير لدى الجزائر لمدة ثلاثة سنوات عنده علاقة واطيضة مع الكابرانات هنا تفهموا على القبائل مقابل الغاز وفي هذا الموضوع عنده حساسية كبيرة كبيرة عند الكابرانات نفس الأهمية دي الصحراء المغربية حيث الكابرانات خايفين من الانفصال شنغريحا؟ كي يعتبر بالليل الانفصال عند المغرب حلل ولكن الانفصال في الجزائر فهو حرام إذن كان واحد التعاون أمني كبير جدا مع فرنسا وكان اتفاق ما بين المخابرات الفرنسية والمخابرات الفرنسية أن المخابرات الفرنسية هتراقب على المشاطة دي القبائل اللي كانين في فرنسا في العاصمة باريس حيث مؤخرا القبائل رجعوا نشطين يعني سياسيا نشطين بزاف من أجل إقناع العالم بلدوك الناس اللي كانين في الجزائر ما عندهم مش حتى شي علاقة بالجزائر وهما السكان الأصليين دي الجزائر وهما بغين يتحروا أو يحروا بلادهم وبغين تكون عندهم دولة وتكون عندهم عاصمة اللي اسميتها تيزي أوزو حتى فرنسا راها عندها حسسية من هاد القبائل وخايفة من القبائل اللي خرجوا وتأقضت فرنسا علاش الإخوان فرنسا من اللي فرحات مهنة كي يطالبه وغير بالحرية وقفوه في مقابلة تلفزيونية منعوهم الكلام ولكن في المقابل سلطان أخي الانفصالية المرتزقة دخلوها البرلمان الفرنسي القضية دي القبائل هي العمود الرئيسي في الشراكة ما بين فرنسا والجزائر الجزائر جعت كالتعامل مع فرنسا كتقليد للمغرب يعني اللي كيدر المغرب كيقلدوا وكي نقلوا لإخوان حتى الديبلوماسية حتى السياسة أي حاجة هي مغربية خص الجزائر ينقلوها هنا في القضية دي الصحراء المغربية مدام جلالة الملك محمد استدد حفظه الله في الخطاب دياله الأخير قال باللي الصحراء المغربية هي النظارة اللي كيشوف بها المغرب العالم نفس تعمل ديال الجزائر اليوم مع فرنسا كتقول لهم باللي القبائل إلا دعمتوا القبائل ما كانش الغاز يعني بغيتوا الغاز بغيتوا تنهبوا الأموال ديالجزائر ما خصتكمش تدعموه القبائل هنا فرنسا بالنسبة لالقضية ديال الصحراء عمرها ما عطتش موقف يعني ضد المغرب هي ما عمرها وقفات ضد المغرب في الأمم المتحدة لا أقل ولا أكتر هي كتستدعم الحكم الداتي لا أقل ولا أكتر يعني ما أعطتش الوضوح بحل إسبانيا بحل الولايات المتحدة الأمريكية هاد الموقف ديال المغرب موقف دولة قوية دولة رجولية دولة قصارمة هنا فرنسا علاش راه ضد المغرب فرنسا اليوم بقيت تعاقب المغرب علاش لأن فرنسا هي ملفة لكل كان بطح لها ملفة الجنيرالات الكابرانات ديال فرنسا الكابرانات ديال جزائر ينبطحون الى فرنسا ولكن المغرب وقف الفرنسا ند للند انتفض على فرنسا فرنسا بغيت تعاقب المغرب هي كدولة مستعمرة ولكن المغرب اليوم وقف لها وقف رجولية لهذا فرنسا بغيت تعاقب المغرب بأي حاجة والمعاقبة ديال المغرب هي أنها تكون مع الجزائر واليوم كنشوفوا الزيارة ديال وفود فرنسية اللي عمرها مكانت اليوم أول مرة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن مع وفد كيتكون من 16 الوزير ومن المرتقب أن هاد الوفد يقلسوا في الجزائر أو هاد الزيارة غدون في الجزائر ليومين وقد تعد هاد الزيارة لرئيسة الوزراء الفرنسية منذ توليها منصب ديالها زيارة الأولى هنا هاد الوفد وهاد التكتيك وهاد الدسائز ديال فرنسا محاولة منهم لتحجير دور المغرب في إفريقيا وتأتي الزيارة بعد زيارة ماكرون وحسب البحث المغربي خالي تشيات أستاذ العلقة الدولية بجامعة محمد الأول بوجده قلب اللي فرنسا تحاول أن تجعل من الجزائر محورا أساسيا على المستوى الاستراتيجي في شمال إفريقيا مشيرا باللي المغرب أصبحت له استراتيجية أخرى في إفريقيا والمغرب اليوم يستحضر المصالح دياله بالدرجة الأولى وهاد الشي اللي ما تقبلاتش فرنسا إخواني أخواتي هذا هو الموضوع ديالنا كنتمنى منكم الدعم كنتمنى منكم أنكم تبرتجوا هاد الفيديو مع الأصدقاء والأحباب دمتم في رعاية الله شكرا الحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاش جلالة الملك محمد السادس حفظه الله منتصرا على سفاهة الأعداء عاش الشعب ملتفا حول العرش عاش الوطن حرا أبيا لا يساوم ولا يباع كلنا فخرا بملكنا ونعود ونقول لا تراجع ولا تصالح فالمجد والخلود لمملكتنا الشريفة فوطن لا ندافع عنه لا نستحق أن نعيش فيه فإما أن نكون أمة كاملة سيادة أو أن نموت ونحن نحاول سننصر الله وينصرنا فلا غالب إلا هو وأمتنا المغربية فوق كل اعتبار فالنصر والخلود لمملكتنا المغربية الشريفة موسيقى